عدك الكلام يا فهد يعني بصراحة اول يوم حذرت الباصرة كنت خايف ليش خايف من الاعلام المضلل واحنا بدورنا مثل ما قلنا ما نقابل ونكررها ان احنا واجب علينا ان ننقل الصورة الحقيقية عن الباصرة فقلت حق الشباب خلنا نروح نشرب شاي خاطر شاب شاي العراقي قالوا احنا اول يوم اليوم اصبر واج جريء انت قلت لهم اي انا جريء باطلع اول ليلة زي انا في دير اخواني ما عرف ما عرف نعم رحت وقعد في قهوة قريبة مني يا ابا اشرب شاي اشوفك انا سير عليك الليلة ليش ما اقعد معاك لانه يعني خلاص اعتمت المكان الي اقعد فيه من اول يوم قعد فيه حسيت بالراحة ليش واحد من الاخوان الي قاعدين شغالين في القهوة يا ابا لي استقاني للشاي قلت له فيه شاي قال لي ايه اكود شاي ليش ما اكود شاي شاي فيك خايف ومن يومها تعلمت اقعد عنده وحلف عليه قال لي تيه تغدى عندي في البيت قلت له يا عمي ما ابي اكلف عليك انت ولد صغير وحين عندك شغلك في القهوة قال لي انا اقول لك اذا ما يتغدى عندي انا ازعل